السلام عليكم ورحمة الله مع بعض كل أسبوع بنتقابل علشان نكمل رحلة السير بحثا عن الكنوز كنوز الروحانيات وكنوز الأخلاقيات وكنوز الأفكار وكنوز المعلومات وكنوز الدراسات النفسية اللي لما نتعلمها يسكن الإنسان ويستطيع التحكم في مشاعره جوانب من العلوم كتيرة بندخلها مع بعض لاقتناء أغلى ما فيها لبناء نفسية ثرية سعيدة في الدنيا وثرية الميزان إذا قدمت بيناده يا رب العالمين يوم القيامة وهنبدأ النهاردة مع بعض كالعادة كنوز العبادات العطاية المادية والمعنوية في الدنيا والآخرة اللي ربنا أعدها لصاحب عبادة اليوم صلاة الفجر هتفضل صلاة الفجر أحد أكبر علامات التعبير عن الحب من العبد لربنا سبحانه وتعالى إحنا فينا بشرية بتحب الكسل وتحب النوم وتحب الراحة لكن المحب يترك ما يهوى من أجل من يخشى ويتتحول المعاناة في الصحيان في وسط البرد أو التعب لتحدي جميل حابب أني أوري ربنا سبحانه وتعالى أنا جاهز للقاء وقت ما تريد عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن الصحيانة دي غالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى وليها كنوز كتيرة بس لو الناس تعلمها قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا كم الكنوز اللي في العشاء والفجر تخليك لو مش قادر تمشي تمشي على أدك ورجليك بحثا عن الكنوز اللي وراء صلاة الفجر خمس كنوز من ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم لكل إنسان قرر يبقى من أهل صلاة الفجر يحاول لغاية ما ينتظم الكنز الأول صك الحماية الحماية من الله سبحانه وتعالى لكل واحد قرر يحاول يوظم على صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبحة صبحة عن الفجر فهو في ذمة الله الذمة يعني العناية كل الناس في عناية الله لكن أهل صلاة الفجر في عناية خاصة بدأ يوم قلبه توصل بربنا سبحانه وتعالى فربنا يبصروا بحكمته من أفعاله طول اليوم يوري النعم عشان يشعر أنه متطمن وهو في عناية ربنا ونعمته لو حصل أزمة في اليوم ربنا سبحانه وتعالى يصبروا عليها ويوري حكمة ربنا من الأزمة دي أنت في عناية ربنا أول كنز صك الحماية في ذمة الله الكنز التاني اللي بيصلي الفجر بداية اليوم بنفس طيبة عارف اللي صاحي مستبشر بس بجد من ربنا استبشر بنا ألقى في قلبك أول ما تصحى من النوم وتحط كده إيه وتقوم على السرير صاحي حاسس أنك أنت ساكن ومطمئن ليه أصلك صلت الفجر مين اللي قال الكلام ده الكنز ده وعد من سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عقد يا عقد الكسل يضرب يقول عليك ليل طويل فنم فإذا استيقظ الإنسان لوقت الفجر يعني فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضى انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة عقدة فاستيقظ نشيطا طيب النفس يصح كده الصبح ممدود أصل الروح بدأت اليوم في الحضرة القدسية يعني كنت في حضور مع القدوس سبحانه وتعالى مع الملائكة اللي بتعبد ربنا ليه النهار فازاي تبدأ يومك مع ربنا وانت ساجد بتقول سبحان ربيها الأعلى بتصلي بتقول إياك نعبد وإياك نستعين ويصحيك وانت حزين هموم الليل اللي هتنام عليها صلي الفجر وجرب إزاي هتصحى وربنا نطيب خطرك وده الكنز الثاني البداية الساكلة السعيدة لليوم الكنز الثالث محتاجوا الناس قليل العبادة اللي نفسهم وهم مشغولين في الدنيا يبعثوا يوم القيامة مع العباد والأنبياء بس هم الحقيقة ما عندهمش همة أو يعبد ربنا سبحانه وتعالى بقيام الليل لساعات أو مشغولين في أشغالهم والسعي على الأرزاق ألا بقول لهم صلي الفجر في جماعة وكنزك التالت عند ربنا كأنك نص الليل واقف بتصلي قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فالعلمة بيقولوا نص الليل في العشاء ولو صليت الفجر يبقى كأنك قمت النصف التاني من الليل الليل تقريبا 11 ساعة من المغرب لغاية الفجر يعني بقى لك حوالي خمس ساعات واقف تصلي عشان صليت خمس دقائق أنت وعيالك في البيت ولا أنت ومراتك ولا أنت وصحابك في الجامع اللي جنب بيتكم صلي الفجر في جماعة تاخد كنز كأنما قمت نصف الليل الكنز الرابع إنك تحضر وقت تقسيم البركة في رزق وفي بركة وهو الانتفاع بالرزق ابن عباس شاف واحد من أصحابه نايم في وقت صلاة الفجر فقال له لا تنم عن وقت تقسيم بركة الأرزاق أنت في رزق هتاخده بس الانتفاع بالرزق حاجة تانية إنك تشوف النعمة النعمة المادية الفلوس تنفعك والقليل يكفي دي اسمها البركة البركة في الأرزاق المعنوية بركة المشاعر والإحساس بالاكتفاء والغنى كده وإنت عايش في الدنيا حاسس إنك أنت مالك حتى لو اللي معاك قليل ده بركة بياخدها الناس اللي بتصلي الفجر ككنز من الكنوز اللي ربنا أعدها ليهم لأنهم عبروا لربنا عن حبهم واستيقظوا في أحب الأوقات اللي عايزين يناموا فيها عشان سمعوا الصلاة وخيرهم من النوم الكنز الخامس والأخير لكل واحد دخل سريره وزبط من أبهه ودعا أنه يصحى على صلاة الفجر وحاول وبدأ دلوقتي يبقى من أهل صلاة الفجر بعد مشوار من جهاد النفس الكنز الخامس الحجاب من النار اللي بيصلي الفجر قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يلجي النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس الفجر وقبل الغروب العصر وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة واسمهم البردين لأنه بيبقى في وقت برد العصر بداية انكسار الشمس ودخول برد المساء والفجر البرد كله بقى بالذات في المناطق الصحراوية انت شلت اللحاف والبطنية وقمت عشان ربنا انت جسمك مكسر من شغل طول اليوم وقمت عشان ربنا انت تستاهل الكنوز دي تستاهل تصحى وانت مستبشر تستاهل ان ربنا يخليك كأنك قمت نصف الليل تستاهل ان ربنا يبركلك في أرزائك تستاهل ان ربنا سبحانه وتعالى يحجب النار عنك انت عبرت عن حبك لربنا فحاول انك انت ما تضيعش صلاة الفجر وقف من ايدينا ربنا سبحانه وتعالى فمن صلى الفجر كان في ذمة الله والكنوز الخامسة تكفي انك تجاهد نفسك ترجمة نانسي قنقر